أكد فهد يتيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي أن المصرف أصدر تعميم خيار تأجيل الأقصاط القروض لكل الأفراد والشركات إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى لتعزيز الجهود الوطنية ودعما لقرارة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتخطي تداعية الشايحة أصدر المصرف توجيهات لجميع البنوك العاملة في البحرين ومؤسسات التمويل كذلك في توفير خيار تأجيل الأقصاط للعملاء في المرة الرابعة طبعا الفترة الرابعة هذه راح تبتدي إن شاء الله من يوليو 2021 وتستمر لمدة ستة شهور تنتهي في ديسمبر 2021 فترة التأجيل الأولى كانت في مارس إلى أغسطس 2020 كانت نقدر نقول عنها فترة تأجيل مجانية بحيث إن كان خيار التأجيل متوفر بدون فرض أي رسوم على الخدمة على خدمة التأجيل يعني أو على خيار التأجيل وبدون زيادة في أسعار الفائدة وبدون وجود فوائد على فوائد فنقدر نقول إن كانت مجانية يعني للي طلبها فترة الثانية والثالثة اللي احنا لازلنا مستمرين فيها طبعا نفس الشيء خيار تأجيل الأقصاط استمر بدون فرض أي رسوم إدارية أو أي نوع من أنواع رسوم لم يكن هناك أو يعني من الأشياء كذلك اللي موجودة إن ما صار في زيادة في أسعار الفائدة أو الربح وإن قيمة القصط ظلت ثابتة ولكن سعر الفائدة القائم على التمويل أو على القرض كان يعني يفرض على فترة التأجيل وهذا الشيء كذلك اللي راح يكمل عليه في الفترة الفترة التأجيل الرابعة اللي راح إن شاء الله نبتديها في يوليو اشتركوا في القناة